سلام، نواصلوا موضوعنا تعالى أمس بخصوص مقياس هيرمان لأنماط التفكير باش نحاولوا نجاوبوا على هاد المقياس كيف كيف خذوا لكم ورقة وقلم وحاولوا تشوفوا إذا العبارات أو التوكيدات اللي راح نقولهم تناسبكم أو لا كيف تحاولوا تجاوبوا على هاد العبارات ووضعوا فقط الحرف المناسب لهاد التوكيدة أو لهاد العبارة وفي الأخير نشوفوا شكون الحرف اللي ياخد أكبر نسبة من الأجوبة كيف سبقوا قلت هما كان ربع احتمالات كان A, B, C, D علي نبدأ العبارة اللولة أو سؤال التوكيدة اللولة هي من الفئة A جاوبوا تقولوا فقط إذا تخرج عليكم هاد العبارة تناسبكم ووضعوا الفئة أو الحرف A إذا ما تناسبكم فوتوا للفئة للعبارة اللي من بعدها دونك رقمتها العبارة اللولة هو واحد بيانسور والفئة هي A حرصي على الدقة والحقائق قد يجعلني في نظر الآخرين جافة المشاعر الناس اللي تناسبهم العبارة هذي وضعوا ألف أو A بسنو يفوتوا العبارة الثانية C من الفئة C أعمل مع الآخرين عن طيب نفس من أجل هدف مشترك العبارة الثالثة من الفئة A أدرك الأرقام وأعي دلالتها ولي القدرة على حسابها وتطويعها لما أرغب رابعة C لدي القدرة على توقع احتياجات الآخرين ومن ثم مراعاتها خامسة D أدرك الكثير من الأشياء بالحدث والبديهة دون التفكير العميق فيها ست ب حذر وحريص وأهتم بالعواقب كثيرا سبعة في الس أجمل اللحظات هي اللحظات التي أسعد فيها الآخرين د أتحمس للأهداف وأكرس لها وقتي وجهدي كله أ أستطيع أن أحدد سبب المشكلة عند حدوثها وأحللها ثم أجد لها الحل المناسب تقدروا توضعوا بوزة إذا تشوفوا أني نقرأ بصرعة ب لا يمكن أن أصبر على الفوضى بل أرتب وأنظم كل الأمور والأشياء الخاصة والعامة س لدي القدرة على تنمية العلاقات مع الآخرين والمحافظة عليها والتواصل معها د المال عندي للإنفاق ويصعب علي جمعة أ لست بخيلاً ولكني لا أصرف شيئاً من مالي إلا بعد تحليل ودراسة متأنية د أكره الروتين وأحب التغيير دائماً ب أحافظ على أغراضي وممتلكاتي بطريقة منظمة ومرتبة د يقول بعض الناس عني أنت مندفع ولا يمكن توقع أفعالك أ أعتبر نفسي أسير بوضوح إلى هدفي الذي قررته ب أنفذ الأمور دائماً خطوة بخطوة وأتمتع بالذقة في عملي س أعتبر أن علاقة طيبة مع الآخرين هي أعزم أملك ب أميل للفعل أكثر من ميلي للتأمل والتفكير والتنظير س مستعد للخدمة وتقديم نفسي للآخرين ما تحتاج إلى ذلك أ أجد نفسي أفكر وأستنتج بعيداً عن العاطفة والمشاعر ب يعتمد علي الآخرون ويثقون في إنجازي وإخلاصي س أحب التحدث مع الآخرين عن مشاعري وقصصي د تستهوين الأفكار غير الاعتيادية والتي يسميها الآخرون أفكار مجنونة أ لدي قدرة عالية على تعليل الأحذاث والسنتج آثارها المنطقية ب لدي القدرة على مواصلة العمل حتى إنجازه س أجيد بث الحماس في همم الآخرين نواصلو أمتلك 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 معرفة مميزة بالمواضيع العلمية والتقنية س أعتبر نفسي عطوفاً ولطيفاً وآنس بالآخرين وأساعدهم ما تحتاجوا د أحب العمل في أكثر من شيء في وقت واحد س أراقب وجوه الآخرين لا إرادياً عندما يتحدثون إلي د كثيراً ما تراودني الأفكار الجديدة الجديدة بعضه الجديدة الأفكار الجديدة ب لا أحب أن يقاطع أحد نمطي الروتيني ب أشعر بارتياح أثناء أداء لأعمال التصنيف والترتيب والتنظيم د أهتم عادة بالصورة العامة ولا أدقق في التفاصيل أ أعتقد أن العمل أهم بكثير من المشاعر الإنسانية أ يفضل الآخرون أن أتولى زمام القيادة ب أدون التزاماتي الاجتماعية في مفكرةي الخاصة وأحرص على القيام بها د أتمتع بروحي الدعبة التي قد توقعني في مشاكل د أميل في حكم على الأشياء على حدثي وتوقعاتي أكثر من ميلع إلى التعامل تحليل ب أفضل تعليمات محددة على أن يترك الأمر بلا تعليمات محددة وواضحة س يصفني الناس بأني عاطفي ب ب يصفني الناس بأني حريص أو حذر أو منضبط د يصفني الناس بأني مغامر أ يصفني الناس بأني حازم أو عقلاني ب أحب معرفة التفاصيل وخطوات أي عمل سأقوم به د لا أحب الأنظمة والقوانين وأشعر بأنها تقيدني س أحب الشعر أو القصص أو التواصل مع الآخرين أ أشعر بأنه يجب أن تنفذ القوانين والعقوبات بحزم وبدون عاطفة أو مجملات أ لا أحب الأشياء المحتملة أو التي لا يمكن توقع نتائجها يعني اللي غير مضمونة س أحب مساعدة الآخرين وإعطائهم من وقتي ومالي وجهدي ب أحب التخطيط المفصل لأي عمل سأقوم به د عند شراء لجهاز جديد أحاول تشغيله بنفسي دون اللجوء إلى كتيب التشغيل س أحب الاستماع لمشاكل الآخرين ومساعدتهم وآخيرا أ لدي القدرة في التعامل مع الأرقام أو الحسابات كانوا هدو 56 سؤال أو عبارة وتوكيدة تعمق ياس هيرمان لأنماط التفكير حطوا لي في التعليق أي نمط التفكير يناسبكم ويخرج عليكم ويخرج على شخصيتكم كانت معاكم نارشوس من بيكاس 369 نتلاقوا عن قريب سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة